احنا محتاجين نعيش في العمل بقيمة مهمة جدا اننا بنيان واحد زي ما حضرت النبي قالنا المؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعض احنا بنيان عارف الحكاية الحكاية ان الشخص لما بيشتغض من نميمة عارف ايلا حصل في صوت جوا اسم صوت النفس الامارة بالسوق الصدد بيقول له ايه بيقول له انت مهدد وما عندكش امان فالصدد بيخطفه من مين بيخطفه من ساحة مولاه ويخليه عايش في تهديد طول الوقت مع ان كل واحد منا بنقع على حديث رسول الله سلم المؤمنه للمؤمن كالبنيان يشده بعضه وبعضا كل واحد دوره مهم احنا بنشتغل مع بعض بنشتغل مع بعض عشان ايه عشان نتكامل بنشتغل مع بعض عشان نتنافس بمعنى كل واحد نفسه جنب نفس التاني فنعمل حالة من حالات البناء الكبير الواسع الحلم الواسع كلنا نشارك فيه ونبنيه مش عشان نتصادم ونشوف مين اللي هيفوس بالفرصة ويدوس على اي حد بأي تمن في كتير من الموظفين لما بيقابلوا موظفين بيشتغلوا معاهم لكن مختلفين عنهم سواء كانوا مختلفين في طريق تفكرهم او في طريق شغلهم او في طريق التعبيرهم عن نفسهم يبدأ الاختلاف يربكهم ويحسسهم بالتهديد وبالخوف والرعب ويبتدوا ويطلعوا صغرات فيهم لان الاختلاف مش التهديد الاختلاف مش هو التهديد الاختلاف بيساعدنا مش بيعقنا الاختلاف بيعلمنا لان احنا عايشين طول الوقت في مدرسة الحياة كلها مدرسة فالاختلاف لما ربنا سبحانه وتعالى جعلنا مختلفين ولذلك خلقهم خلقهم عشان يتعلموا من بعض عشان ينتفعوا من بعض وفي موظفين بيجعلوا النميمة مبررة لكن النميمة عمرها ما كانت مبررة النميمة مش قدالة لحماية النفس عمر ما كانت النميمة مبررة حتى لو في بعض الاحيين كنت متدايق من مديرك فالنميمة في حقه حرام مش فتفضة الفتفضة لها معايير عايز تفتفض روح لحد يكون متخصص لكن لما تيجي تفتفض مع حد وانت بتزم وبتلعن وبتقول حاجات في غاية السوق في حد انت كده مش بتفضة انت كده للأسف بتطلع أسوأ ما فيك وبتطلع أسوأ ما في الشخص التاني وفي بعض الموظفين بيتعاملوا مع النميمة على انها نوع من أنواع التسلية والمتعة ان احنا نجيب أفشات ونجيب ألاشات على الناس ونفضل نضحك على فلان والنم على فلان ده تنمر وده نوع من أنواع ولا عياذ بالله نوع من أنواع الوصمة للناس أو نوع من أنواع التعدي على أعراض الناس وحتى بتوصل النميمة في بعض الأيين لحد الإدمان يقولوا تعالى تعالى نقعد نتكلم على ومتقول لي فلان عمل ايه ويبتدوا يحكوا لازم نعرف ان النميمة دي كبيرة من الكبائر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذباني وما يعذباني في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان الله يستطر من بوله على فكرة أنا بحب في قراءة أحاديث رسول الله وما نخليش الأحاديث حتى لو كنا بنتكلم عن موضعين بعيدين عن بعض النمام لا يستنزه من بوله النمام بيلوث الأذان بنجاسة الكلام في أعراض الناس نجاسة نفسية فلذلك حضرت النبي ربط وجمع الاتنين مع بعض واحد بيعذب بالنميمة لأنها للأسف أسوأ ما بداخل الإنسان زي النجاسة اللي الإنسان كمان لازم يستطر منها النميمة كذلك نجاسة لازم يستطر منها الإنسان ففي الحقيقة النميمة السم ونار بتحرق كل أركان العمل النميمة بتحرق النمام نفسه لأنه بيحترق لأنه إيه؟ إمكانياته وتقطه بتهدر وبتضعف قدراته ويترك عمله وينشغل بأشياء لا تعنيه وحضرت النبي لما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والمنشغل بما لا يعنيه هو مهدر لحياته مضيع للأعمال ومش من ينشغل الشخص النميمة بينشغلش بتطوير نفسه لأنه عنده مبرر دايماً بيبرر لنفسه لأنه محققش أهداف العمل وكمان النميمة بيخلي نفسه الأمورة بالسوء تحرق قلبه وتملاب السواد وتملاب الحقد